السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فتوحة سعيد في برنامج استشارة في دقيقتين يقول السؤال زوجي ليس لديه ثقافة الاعتذار فبماذا تنصحينني عند الخلاف كيف أتعامل مع مشكل عندما يكون الحق في صفي أحيانا قد يعتذر الزوج أو الزوجة إلى الطرف الثاني بالقيام بسلوك لاسترضائه ولكن الطرف الذي وقع عليه اللوم وشعر بالظلم لا يرضيه السلوك وكأنه هناك رغبة في التعبير عن مشاعرهم وهذا صحيح لابد من التعبير عن المشاعر حتى يتم غلق الملف بطريقة صحيحة ولكن بالنسبة للطرف الآخر يعتبر هذا جدل ورجوع إلى الماضي وخوفا من توتر العلاقة أكثر فيحاول أن ينتقل إلى المستقبل للإجابة على السؤال هناك طريقة فعالة لحل الخلاف والتعبير عن الشعور بطريقة فعالة إليكم خمس مراحل لحل الخلاف بين الزوجين نتناول في هذه الحلقة مرحلتين وفي الحلقة القادمة ثلاث مراحل المتبقية في الحقيقة الكلام موجه في هذا التسجيل إلى الزوجة لأنها صاحبة السؤال ولكن تصح هذه المراحل لكل الزوجين أولا يبدأ الطرف المتضرر بمقدمة وهي أن تفتح الموضوع بكلمات تشعرين الزوج بالأمان وبنبرة هادئة وتبدأ بنقطة تتفقان الاثنين عليها مثل الاعتراف بالخطأ عن السبب الأول للخلاف وقد يكون مثلا يطال بأمر ما لم ينفذ فتبدأ الزوجة بالاعتراف بالخطأ الذي وقع المرحلة الثانية تشرح لماذا تعتذرين فتقول مثلا عدم تلبية ذلك الطلب أو الخطأ الذي قمت به قد سبب لك توتر وتقلب في مزاجك ثم توضح أنك لا تعود إلى ذلك طبعا وتكون صادقة في نيتك نلقاكم في الحلقة القادمة مع الثلاث مراحل المتبقية والسلام عليكم